انت عارف انك لو بتستخدم لوحة مفتيح سامسونج وانت بتكتب اي حاجة غلط فيها وحبيت تمسحها كلها لو عملت كده تمسح كل الكلام ولو عملت كده هترجع كل الكلام تاني ولسه في مميزات مخفية غيرها كتير موجودة في تلفونات سامسونج اعرفك على دلوقتي بس يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من احتوق القناة وانت فتاكش اي فيديوهات جديدة وتاني ميزة مخفية موجودة في تلفونات سامسونج ممكن ما تكونش عارفها انك انت لو موجود على اي متصفح زي كده وحابب تاخد الكلام ده نسخ مسلا فبدل ما تدوس نسخ ولسقه الكلام ده انت هتدوس عليه دوسة طويلة وتسحبه كده وتفتح كده التطبيق التاني اللي انت عايس نزل فيه الكلام زي النوتس مسلا او المزكرات وهتسيب فيها الكلام كده هتلاقيت نسخ بكل سهولة كمان في ميزة حلوة جدا ممكن ما تكونش عارفها انك انت لو بتتصفح اي موقع زي كده وحبيت انك تاخد او لقطة للشاشة وحبيت بعد كده انك تزور الموقع ده لو جيت تاني كده على الالبوم السور هتيجي هنا كده تفتح الالبوم بتاع السور هتلاقي الانتقال الى موقع لو دست عليها هتلاقي فتح لك نفس الصفحة اللي انت كنت واقف عليها في الموقع بكل سهولة. ورابع ميزة والحلوة جدا برضو اللي بيستخدمها بشكل يومي انك لو حابب تفتح الكشاف بتاع التليفون بسرعة زي كده بدستين زرار بس لو دست دستين زرار على الزرار اللي في الجنب ده زي كده هتدوس بس دستين كده هتلاقي كشاف فتح معك. فعلشان تصبط الميزة دي هتدخل على الاعدادات. وهتيجي هنا هتكتب في البحس هنا كلمة الزر الجانبي. هيطلع قدامك اول اختيار بتاع الزر الجانبي ده هتدوس عليه. هتلاقي عندك فتح التطبيق هتدوس على العلامة بتاعت الترس اللي قدامه دي. هتختار منها بقى التطبيق اللي انت عايز تفتحه على طول بالزرار الجانبي. سوى بازا كان الفلاش او اي تطبيق محدد انت حاب. انا هنا بمختار الفلاش فبمجرد بس ان اختارت الفلاش هتيجي ترجع كده تاني وتخرج من الاعدادات. هتلاقي نفسك لو دست دستين كده هتلاقي كشافة افل. او لو دست دستين كده هتلاقي كشافة فتحة. اما خمس ميزة او اللي هتسهل عليك الاستخدام اليومي للتلفون برضو بشكل كبير هي انك تقدر توصل للقايمة بتاعت او الوصول السريع بسبوع واحد بس زي كده. لان في الطبيعي بدون الحركة دي انت علشان توصل لقايمة دي هتلاقي نفسك بتعمل اكتر من حاجة يعني تلاقي نفسك مسلا تسحب كده. وبعدين تظهر لك والاشعارات وبعد كده تعمل كده فتلاقيه فتح لك القايمة كلها. فانت عشان تقدر توصل لها بحركة واحدة كده بسبوع واحد بس. كل اللي عليك انك تعمله انك هتدوس على العلامة بتاعت القلم دي. وجرد انك تدوس عليها كده هتلاقي عندك هنا الوصول الفوري للضبط السريع. لو دست عليها هيتأكد ان الزرار ده معمول له كده. عشان تقدر توصل لقايمة دي بالسرعة دي كده بسبوع واحد بس هتلاقيها فتحت معركة. مش بس كده لأ كمان لو انت من الناس اللي بتحب تستخدم افل الشاشة اللي على شكل النمط ده وعندك مشكلة في ان حد يشوفك وانت بترسم النمط ده او خايف حد يعرف الرمز بتاعك. في كل اللي عليك انك تعمله انك تدخل على الاعدادات زي كده هتيجي هنا هتكتب في البحس كلمة افل الشاشة او شاشة القفل هتكتب كده افل الشاشة هتختار اول اختيار بتاع شاشة القفل دوت وهتجيب على ضبط القفل الامن فيطلب منك انك ترسم الرمز بتاعك تاني فهترسمه زي كده هتلاقي بعد كده عندك الاختيار بتاعه جعل النمط مرقيا فهتدوس على الاختيار ده هتقفله زي كده. وبعد كده لما تيجي تفتح القفل بتاع الشاشة زي كده هتلاقي نفسك انك انت اول ما تيجي تفتح القفل هتلاقي نفسك بترسمه كده وبيكونش باين عشان ما حد يششوف انت بتعمل ايه بالزبط. اما سابع ميزة والمتاكد انها تكون ميزة حلوة جدا انو هتعجبك برضو انك لو حابب تاخد او لقطة للشاشة بدون البيانات اللي بتكون ظهرة فوق بتاعة التاريخ والوقت والشبكة والكلام ده فكل عليك انك تعمله هتيجي هنا على الاعدادات وهتكتب في البحس هنا كلمة لقطة زي كده هتختار اول اختيار فوق بتاع القطات الشاشة هتيجي عند الاختيار بتاع اخفاء الحالة واشرة التنقل هتفتحه زي كده وبعد كده لما هتيجي تاخد زي كده او تاخد لقطة للشاشة زي كده هتيجي تفتح اللقطة دي من المعرض بتاع السور هتلاقي ان اللقطة اتخدت بدون كل البقنات اللي بتكون موجودة فوق. ولسه لسه فيه مميزات تانية كتير بس عايز الفيديو ده يوصل لالف كده عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية زيه. الميزة التامدة معي هي الميزة بتاعة او التطبيقات المصغرة. والتطبيقات المصغرة او انا مش يعني بستخدمها دايما او مش بستخدمها بشكل يومي قوي. ولكن بتاعة الكاميرا تحديدا من او من التطبيقات المصغرة القوية جدا في التليفون ده. لان لا بتدي لك امكانية انك تدخل على الكاميرا في اوضاع مختلفة بسرعة جدا زي مسلا انك حابب انك تخلي الكاميرا بتاعتك تفتح على طول على الوضع بتاع الفيديو او حابب انك تخلي الكاميرا تبقى بتفتح على طول على او التصوير اللايلي او حابب ان الكاميرا تبقى بتفتح على طول على السيلفي او الكاميرا الاممية. فعشان تزبط دي بتدوس دوسة طويلة هنا على الشاشة هتختار من تحت هنا التطبيقات المصغرة وبعد كده هتنزل تحت شوية كده عند الكاميرا. هتدوس عليها. هتلاقي هنا عندك الاختيار دوت هتدوس عليه. وهتدوس على كلمة اضافة. هيبقى عندك بعد كده وضع بدء التشغيل. هتدوس على وضع بدء التشغيل. فهتختار بقى الوضع اللي انت عايز الكاميرا تفتح عليه. عايز الكاميرا تفتح على الكاميرا الامامية على صورة على صورة شخصية على فيديو. قال ليها مسلا نجربها هنا على الوضع بتاع البانوراما. هترجع تاني من هنا وتدوس بعد كده على كلمة حفز. فهتلاقي بقى عندك او تطبيق مصغر للكاميرا كده. اول ما هتفتحها زي كده هتلاقيها فاتحت لك على طول على وضع البانوراما. مش بس كده لأ كمان انت لو حابب تغير الخلفية بتاعت ده. فبتدوس عليها بعد كده هتدوس على كلمة الضبط. وبعد كده هتختار الخلفية بتاعة التطبيق المصغر. هيبقى عندك الاختيار بتاع استخدام احدى الصورة في البوم الكاميرا او تحديد صورة معينة. فانا هنا مسلا هختار صورة معينة زي مسلا كده. وادوس حفز. فتلاقي ان بقيت بالصورة اللي انت محددة. وتاسع ميزة اقول هتسأل عليك برضو استخدام التلفون شكل كبير انك لو عندك اي اشعار من الاشعارات زي كده وحابب انك تفتحه في شاشة متقسمة. فكل عليك انك تعمله انك هتدوس عليه دوسة طويلة زي كده. وتتحرك بيها يبقى عندك تلات اختيارات ياما تفتحه في النص في تطبيق مسغر ياما تفتحه في الشاشة في الجزء اللي فوق ياما تفتحه في الشاشة في الجزء اللي تحت. فانا لو سبته كده في الجزء اللي تحت هقدر ان انا هفتح اي تطبيق تاني فوق مفيش اي مشكلة. واخر ميزة اقول لك عليها في فيديو النهاردة انك لو حابب تفتح الشاشة او تقفلها بدستين زي كده يعني لو عملت كده هتلاقي الشاشة تقفلت لو عملت دستين كده هتلاقي الشاشة تفتح. فعلشان تفعل الميزة دي كل اللي عليك انك تعمله انك تيجي هنا على الاعدادات وهتكتب هنا في البحس كلمة الميزات قبل ما تكتب الكلمة كده هتلاقي اول اختيار زهر قدامك بتاع الميزات المتقدمة هتدوس عليه وهتختار منه الحركات والايماءات او وهتلاقي عندك هنا الاختيار بتاع انقر نقرا مزدوجا لتشغيل الشاشة فلو الاختيار عندك ده مقفول زي كده هتفتحه للنقر لو انت عايز تفتح الشاشة بنقرتين او لو انت عايز تفتح الشاشة بنقرتين هتفتحه برضو وبعد كده لو جيت حتى في اي مكان فضي في الشاشة هنا ودست دستين زي كده هتلاقي ان الشاشة تقفلت لو دست دستين زي كده هتلاقي ان الشاشة هتفتحت تاني وبس كده لو حاكم تسألني عن اي ميزة تانية تقدر تكتب سؤالك في التعليقات بس وانت بتكتب سؤالك بتنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش ودلوقتي تقدر تفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي تزعل قدامك ونتقبل فيديو جديد ان شاء الله سلام